السلام عليكم هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصير للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرياضيات الصف السادس الجزء الأول الوحدة الثانية الدرس الخامس العامل المشترك الأكبر النتجات تجد العامل المشترك الأكبر لعددين صحيحين موجبين في مطبخ خولة أربع موزات وثمان حبات تفاح تريد وضعها في أطباق بحيث يحتوي كل طبق على عدد متساون من الموز وعدد متساون من التفاح ما أكثر عدد ممكن من الأطباق يمكن لخولة استخدامه تستطيع خولة وضع الفاكهة في طبق واحد أربع موزات وثمان حبات تفاح يمكنها أيضا وضع الفاكهة في طبقين موزتان وأربع تفاحات في كل طبق أو وضعها في أربعة أطباق موزة واحدة وتفاحتان في كل طبق لاحظ أن خولة حرصت على توزيع الأطباق بالتساوي أي إنها بحثت عن عوامل العددين أربعة وثمانية ثم وجدت أن عدد الأطباق اللازم هو أكبر عامل مشترك بين العددين أربعة وثمانية عوامل العدد أربعة واحد أربعة اثنان عوامل العدد تمانية واحد ثمانية اثنان أربعة العوامل المشتركة بين العددين أربعة وثمانية هي واحد فاصل اثنان فاصل أربعة لكن أكبرها هو أربعة إذن العامل المشترك الأكبر عامل مشترك أكبر للعددين أربعة وثمانية هو أربعة العامل المشترك الأكبر لعددين صحيحين مجبين هو أكبر وعدد صحيح مجب يقسم كل منهما من دون باق ويرمز إليه بالرمز عين ميم ألف كما يسمى بالقاسم المشترك الأكبر ويرمز له بالرمز قاف ميم ألف المثال رقم واحد جد العامل المشترك الأكبر للعددين ثلاثة وستة الحل يمكن معرفة العامل المشترك الأكبر لهذين العددين بإيجاد عوامل كل منهما عوامل العدد ثلاثة هي واحد ثلاثة عوامل العدد ستة هي واحد ستة تنين تلاتة لاحظ أن العوامل المشتركة بين العددين ثلاثة وستة هي واحد وثلاثة لكن أكبرها هو ثلاثة إذن عامل مشترك أكبر للعددين ثلاثة وستة هو ثلاثة فكر ما العدد الذي يقسم أي عددين صحيحين مجبين السؤال رقم واحد جد عامل مشترك أكبر للعددين ستة وثلاثة المثال رقم اثنان جد عامل مشترك أكبر للعددين خمسة وعشرة الحل يتعين أولا إيجاد عوامل كل من العددين خمسة وعشرة عوامل العدد خمسة هي واحد فاصل خمسة عوامل العدد عشرة هي واحد فاصل عشرة فاصل اثنين فاصل خمسة لاحظ أن العوامل المشتركة بين العددين خمسة وعشرة هي واحد وخمسة لكن أكبرها هو خمسة إذن عامل مشترك أكبر للعددين 5 و 10 هو 5 ناقش صحة العبارة الآتية مبررا إجابتك العامل المشترك الأكبر لعددين أحدهما مضاعف للآخر هو العدد الأصغر بينهما مثال رقم 3 اشترى حمزته وأصدقاؤه 24 دفترا و 18 قلما لتوزيعها على أطفال الحي الفقراء بحيث يحصل كل طفل على عدد متساوى من الدفاتر ومتساوى من الأقلام ما أكبر عدد من الأطفال يمكن توزيع الدفاتر والأقلام عليهم الحل تذكر أن عملية التوزيع هي عملية قسمة ستوزع الأقلام والدفاتر على الأطفال بالتوساوي لذا يجب أن يقسم عدد الأطفال كل من العددين 24 و 18 ثم يختار أكبر هذه العوامل أي عامل مشترك أكبر عوامل العدد 24 هي 1 24 2 12 3 8 4 6 عوامل العدد 18 هي 1 18 2 9 3 6 لاحظ أن العامل المشترك الأكبر للعددين 24 و 18 هو 6 إذن توزع الأقلام والدفاتر على ستة أطفال بحيث يحصل كل منهم على أربع دفاتر وثلاثة أقلام السؤال الثاني جد العامل المشترك الأكبر للعددين 24 و 40 فكر ثم ناقش جد عامل مشترك أكبر للعددين 9 و 12 جد مضاعف مشترك أصغر للعددين 9 و 12 جد ناتج ضرب 9 ضرب 12 جد ناتج ضرب عامل مشترك أكبر ضرب مضاعف مشترك أصغر ماذا تلاحظ؟ تمارين ومسائل صفحة 82 السؤال الأول جد عامل مشترك أكبر لكل عددين من الأعداد الآتية أولاً 8 و 800 با 121 و 77 جيم 19 و 23 دال 943 و 1 السؤال الثاني هل يمكن أن يكون العامل المشترك الأكبر لعددين هو واحد؟ وضح إجابتك بمثال السؤال الثالث ما العامل المشترك الأكبر لعددين متساويين؟ رابعاً خرج 35 معلماً و 50 طالباً في رحلة مدرسية فقرر المعلمون تسليم أنفسهم مع الطلبة إلى مجموعات بحيث تحوي كل مجموعة عدداً متساوياً من المعلمين وعدداً متساوياً من الطلبة ما أكبر عدداً من المجموعات يمكن تكوينه من هؤلاء المعلمين والطلبة السؤال الخامس وضح الخطأ في العبارة الآتية العامل المشترك الأكبر للعددين 16 و 24 هو 4 السؤال السادس جد العامل المشترك الأكبر لكل عددين مما يأتي ألف تينين وأربعة با تسعة و 27 جيم 4 و 16 دال 12 و 36 السؤال السابع عددان صحيحان موجبان كل منهما أكبر من العدد 20 وأقل من العدد 30 والعامل المشترك الأكبر لهما سبعة ماهما؟ شكراً لكم